اجتماع هيئة الرئاسة طبعا تشيد بتضحيات القوات الجنوبية في مواجهة الإرهاب ودرء خطره على المنطقة كيف تعلق على هذا الاجتماع سيد سعيد بكران من القاهرة والله يشوف أنا يعني لا أحبذ الإشادة بالتضحيات يعني هذه الفكرة قد يراه البعض حق أيضا صحيح لكن في نهاية المطاف الإنسان لا يجب أن يتعود على التضحية بالدماء والشباب علينا أن نتخذ إجراءات وأن نتخذ مواقف معينة وأن نكون أكثر قوة وصراحة لأنه نحن لن نجس كل يوم نشيد بالتضحيات وهؤلاء أرواح تزهق هؤلاء شباب في سن الزهور يذهبون يعني يسقطون شهداء وصحيح أنهم يعني من أعظم الناس وينانون الشهادة لحماية أهلهم ووطنهم ولتنعم المدن بسكانها بالأمن والأمان ولكن في نهاية المطاف التضحيات يجب أن تكون على أقل نطاق ممكن وأن نحافظ على هؤلاء الشباب وأن نستهلك هذا المخزون الوطني من الشعور الوطني فقط بكلمات الإشادة وهناك يجب أن تتخذ إجراءات يجب أن يكون صوت المجلس الانتقالي في مسألة مكافحة الإرهاب صوتا مسموعا وكبيرا قويا يجب أن يسمع الإقليم والعالم هذه التضحيات وأن يراها وأن يتعاطى معها وأن يدعم هذه القوات هذه القوات تدافع عن أمن المنطقة برمتها عن أمن العالم ليس فقط المنطقة هذا الفرع من فروع تنظيم القاعدة صنف على أنه أخطر فروع التنظيم حول العالم وبالتالي التساهل في هذه المسألة وعدم تركيز عليها وعدم حجد التأييد المحلي والدولي والإقليمي من أجل مكافحة الإرهاب ودعم هذه القوات وتحصينها وتقليل بقدر الإمكان التضحيات الجسيمة التي تقدم كل يوم هذا الأمر يجب أن يتوقف صراحة يعني يجب أن لا يستنزف هذا المخزون الوطني الجنوبي لأنه اليوم للأسف الشديد حتى بعض هذه القوات لا تستلم رواتبها شهرية يوموت الشباب ويستشهدون وهم بلا رواتب يعني هذا شيء مخزي وأمر يعني مثير للاستغراب والاستهجان كيف أن هؤلاء الناس وهذه القوات تدافع عن أمن البلاد وتدافع عن أمن الشرعية وتدافع عن أمن المنطقة والإقليم وتدافع عن مصالح العالم في هذا الجزء من العالم المهم والحساس والذي كان في يوم الأيام مركزا لانطلاق العمليات الارهابية التي هددت المجتمع الدولي وهددت العالم ومع ذلك مع كل هذه المعطيات إلا أننا لا نجد ذلك الاهتمام ولا نجد ذلك التصليط الضوء عليها بل على العكس كما ذكر الدكتور سعيد يعني نجد أنه حتى الدعم الذي تحصل عليه هذه القوات أصبح الآن هناك من يجرمه ويعتبره دعم من الاحتلال الإماراتي ومن هذه العبارات الغريبة المشيطنة التي تخدم هذه التنظيمات الإرهابية وتخدم فلسفتها في التعامل مع هذه القوات للأسف الشديد حتى أن هذه التعارفات وهذه الأصوات تصدر من داخل الشرعية وباختصار وبوضوح شديد من الشريك الإخواني الذي يفترض أن يكون شريكا في مكافحة الإرهاب ولكن طبعا هو شريك في دعم القوات الإرهاب وفي إسناد الفلسفة الإرهابية التي تتحدث عن أن هذه القوات قوات مرتزقة وقوات تابعة للإمارات وقوات مشيطنة هذا أمر خطير جدا وهذه المسألة يجب أن يعالجها المجلس الانتقالي بكل شجاعة يجب أن يتوقف هذا الخطاب الإعلامي الذي يغذي الإرهاب ويغذي الجماعات الإرهابية ولا يخدم للقوات التي تكافح الإرهاب بل يضعفها ويخذلها ويقدمها فريسة لهذه القوات الإرهابية المتطرفة